أهلا بكم في الحرب الأطفال هم دائما الحلقة الأضعف ويواجه أطفال غزة تأثيرات كارثية مع استمرار الحرب على القطاع للشهر الخامس إذ يموت الأطفال بمعدل مقلق فقتل 13 ألف طفل وأصيب ألاف آخرون ويقدر أن مليونا و700 ألف شخص في القطاع هجروا داخليا أغلبهم من الأطفال ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف فإن معاناة الأطفال تتفاقم مع حرمانهم من الماء والغذاء والدواء معنا في حوار خاص للجزيرة مباشر من جينيف جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أهلا وسهلا بك عدت مؤخرا من أوكرانيا التي تشهد حربا مع روسيا وكنت قبلها في غزة فمما شاهدت كيف تصف تأثير الحروب على الأطفال وما الفرق بين وضع الأطفال في غزة وأوكرانيا التأثير كبير جدا الوضع بالنسبة للأطفال في غزة يزداد سوءا كل يوم وذلك لأنه ليس هناك وقفا في إطلاق النار وذلك نتيجة استمرار القصف والغارات وأيضا لأنه في غزة لا يصل ما يكفي من المساعدات المياه والطعام إلى هؤلاء الأطفال وإذن هناك الآن مشكلة الأوبئة والأمراض إلى جانب الدمار الناتج عن القصف لن أقارن مع أوكرانيا فالأطفال معرضون هناك لتهديد يومي الحروب مختلفة ودائما ما يكون وقع الحروب مدمرا قاتلا على الأكثر هشاشة وهم الأطفال بالتأكيد نهتم بحال الأطفال في كل مكان ولكن فيما تعلق بالاستجابة لأوضاع الأطفال في غزة وفي أوكرانيا كيف يمكن المقارنة بين ردود الفعل الدولية هنا وهناك حاليا المشكلة الأكبر في غزة هي عدم وجود وقف إطلاق النار وهي المشكلة الأكبر أيضا في أوكرانيا الأطفال ما زالوا يتعرضون لهجمات يوميا الاختلاف أيضا هو عدم إمكانية إدخال المساعدات اللازمة إلى الأطفال في غزة نحن قادرون على إدخالها إلى أوكرانيا ولكن لا ندخل الكميات اللازمة من الأدوية والأغذية والمياه ولذلك في غزة نرى زيادة كبيرة في مستويات انعدام أو سوء التغذية ولذلك سيما في الشمال هذا أحد وجه الاختلافات منع وصول المساعدة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للهجوم في غزة من يتعرض للهجوم في أوكرانيا على الأقل يمكننا مدهم بالمساعدات سابقا وصفت حياة أطفال غزة بالمروعة وأنهم يعيشون في الجحيم وفي مرة أخرى وصفت تقييد المساعدات بأنه حكم بإعدام الأطفال الآن في الشهر الخامس للحرب كيف تصف أو ما هو الوصف المناسب لحال الأطفال في قطاع غزة؟ لا أعرف إن كان هناك وصفاً دقيقاً لوضعهم الآن هناك مستوى غير مسبوق وعدد غير مسبوق من الأطفال الذين قتلوا وعدد غير مسبوق من الأطفال الذين ليس عندهم أدنى مقومات الحياة ونرى العائلات تبحث عن الغذاء ويتم قتلها وهي تحاول الحفاظ على حياتها وحياة عائلاتها رفح حالياً مدينة أطفال وهناك تهديد بالهجوم على رفح سيكون ذلك مروعاً ومن شأنه أن يؤجج الكارثة نكافح من أجل وصف ذلك ولكن ما قلناه منذ البداية هو أن هذه الحرب حرب ضد الأطفال نقول ذلك لأن أعداد الأطفال الذين يقتلون ويصابون تبلغ أضعاف ما نراه في صراعات أخرى يعني الآن تحذرون من الهجوم وقصف رفح وصابقاً حذرتم أيضاً من الهجوم على مراكز الإيواء والمدارس التي تأوي المدنيين والأطفال ولكن دون استجابة أنتم كيونسيف جزء من المجتمع الدولي وجزء من الأمم المتحدة ولكن بعد نداءات كثيرة يبدو أن لا حياة لمن تنادي لو تطلعنا على ردود أفعال أو الرد الإسرائيلي عندما تنادون بوقف إطلاق النار أو تجنب قصف المدنيين والأطفال كيف يكون الرد الإسرائيلي وأيضاً الدول الكبرى في المجتمع الدولي كيف ترد على هذه النداءات التي تطلقونها؟ لست مطلعاً على المحادثات بين أطراف التفاوض تعرف القطريين والمصريين هذه هي الدول التي تشارك في المفاوضات نحن كمنظمات إغاثية نفعل ما بوسعنا وهو محاولة إدخال القدر الأكبر من المساعدات نناشد بناء على القانون الدولي وغيره ولكنك على حق يتم تجاهل هذه المطالب والمناشدات على مدى خمسة أشهر ونحن نطالب بوقف إطلاق النار على مدى خمسة أشهر تم تجاهل ذلك باستثناء أسبوع واحد لدينا شاحنات المساعدات لدينا التواقم في الميدان ولدينا صوتنا ليس لدينا أكثر من ذلك نناشد ونطالب بمجاب القانون الدولي والأخلاق بأن تجد الأطراف كافة أرضية مشتركة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار برأيك من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية قتل الأطفال وعدم تقديم المساعدات لهم وإغاثة الأطفال من الجوع والعطش والمرض نحن واضحون جدا حول كيفية خوض هذه المعركة أو هذه الحرب يونيساف كانت واضحة تحدثنا عن طبيعة العشوائية للهجمات تحدثنا عن منع وصول المساعدات قلنا مرارا وتكرارا ليس هناك أي شك عن من يتحمل المسؤولية كنا واضحين منذ البداية المسؤولية المتعلقة بالتناسب بالهجمات العشوائية بعدم حماية المدنيين والمستشفيات بحيث تدخل المساعدات طالبنا ونجدنا مرارا وتكرارا أكان عبر شاشة الجزيرة أو غيرها ونواصل ذلك ولكننا منظمة إنسانية 13 ألف طفل قتلوا في غزة بما يفوق من قتلوا في أكثر من 20 صراعا في العالم أم أن الأوان لاتخاذ إجراءات وفقا للمعاهدات الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني لإنقاذ أطفال غزة من الجوع والعطش وما الذي يمنع ذلك برأيك لا أعرف ما تعاني بذلك القانون الإنساني الدولي فعلي وحقيقي نتبعه نلتزم به كمنظمة إنسانية ليس هناك أي خلفية عسكرية نعم أنا الأوان لذلك القرارات أصدرتها محكمة العدل الدولية وهناك انتهاكات متكررة للقانون الدولي ولكن كمنظمة إنسانية هذا ما نفعل كمنظمة حيادية لقد يمكن أن نتحدث عن مجلس الأمن ونرى كيف تتخذ القرارات في مجلس الأمن وإذن لا أعرف ما الذي تعنيه بي ما الذي يمنع تطبيق أو الاستماع إلى هذه المناشدات لتطبيق القانون الدولي يعني على كل حال أكيد الأمر يحتاج إلى كرارات سياسية ونقدر ونفهم أنكم منظمة إنسانية ولكن أريد أن أسأل عن الجهود التي تبذلها يونيسيف من أجل إنقاذ الأطفال في غزة من أجل تقديم المساعدات الغذائية والدوائية والعلاج لألاف أو ربما مئات الألاف من الأطفال في غزة الآن في ظل احتياج شديد لكل أنواع المساعدات ما هي الجهود التي تبذلها ما زال عندنا زملاء كثر في الميدان في غزة يتم التركيز في التوزيع على توزيع الأدوية المياه والملاج نعرف أن الطقس ماطر هذه المسائل الثلاثة ركزت عليها يونيسيف ينبغي أن نعرف أننا لم نتمكن من إدخال قافلة من هذه المواد الأساسية إلى الشمال هذه السنة هذه السنة لم نتمكن من إيصال المساعدات وإذن التوزيع متركز في الرفح عندما ننظر إلى معدلات سوء التغسية أنها أعلى ثلاث مرات في الشمال من الجنوب ذلك يحمل له رمزية عندما نتمكن من توزيع المساعدات إلى الناس الذين يحتاجون إليها بشكل ماس عندما نتمكن من إيصال المساعدة يكون لها أثرها في الرفح عندما لا نتمكن من الوصول إلى الشمال عندها يكون هناك الارتفاع الكبير والفتاك في سوء التغسية والذي نشهده الآن التوزيع إذن مستمر ولكننا والأمم المتحدة أول من يقول أنها جزء صغير جدا مما يحتاجون إليه ما هي أنواع المساعدات التي تحتاجونها الآن ويجب دخولها بسرعة إلى قطاع غزة للأطفال تحديدا؟ الأغزية، المياه، الأدوية، الوضع الغذائي حاد حذرنا عن ذلك تسعة من بين عشرة أطفال عندهم نوع من أنواع الأمراض في الأسبوع الماضية أكثر من الثلثين يعانون من الإسهال هذا النوع من المخاطر التي كنا نخشاها في الميدان بسبب الظروف الكارثية إلى جانب التهديد الناتج عن القصف والغارات مهما كان يجلس على طاولة المفاوضات الجانبين الذين يجلسان إلى طاولة المفاوضات ينبغي أن يتوصل إلى طريقة فبالنهاية التركيز ينبغي أن يكون فقط على الأشخاص في غزة إذا انصب التركيز على وضع الأطفال وهو وضع ملح فإذن سيسود المنطق ونصل إلى وقف إطلاق النار ولكنني أشعر أننا نكرر ذلك منذ خمسة أشهر وما زلنا نرى أطفال يموتون من الأمراض وسوء التغذية قد يكون قاتلا وما زلنا نرى القصف يجب على الأطراف أن تعمل على مدار الساعة وتجد الطريق نحو وقف إطلاق النار الآن يكثر الحديث عن نقص اللقاحات والتطايمات للأطفال في قطاع غزة مع مخاوف من انتشار أمراض وبائية مثل شلل الأطفال بسبب نقص أو انعدام وصول اللقاحات إلى القطاع كيف تعملون على تفادي هذه الكارثة؟ إدخال اللقاحات إلى غزة هو الطريقة الأسهل ولكن تخيل أننا نحاول القيام بعمليات التلقيح الاعتيادية غالبا ما تذهب العائلات إلى المراكز الطبياء أو المستشفيات ذلك غير ممكن عندما أتواصل مع الزملاء في الميداء لا يمكنهم أن يأخذوا من يعاني من أمراض وأسهال إلى المستشفى إذن حتى إذا أدخلنا اللقاحات فأن التلقيح في منطقة حرب صعب من الصعب بالنسبة للناس أن يتنقلوا من النقطة ألف إلى بي ومن الصعب بالنسبة إلينا أن نفعل ذلك تمكننا من إدخال بعض اللقاحات وتلقيح البعض ولكن مشددا كمية ضئيلة من توزيع الغذاء كمية ضئيلة من توزيع المياه وكمية ضئيلة من التلقيح ولكن ذلك ليس كافيا ونعود دائما إلى ضرورة جلوس الأطفال والنظر في وضع الأطفال ليقولوا كافة يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار إذن أوقفوا إطلاق النار اسمحوا بوصول ودخول المساعدات لا سيما إلى الشمال ليتمكن الناس من تنفس السعادة وبعد ذلك يمكن التفاوض حول ما سيحصل بعد ذلك لدي سؤالان الأول أريد أن أستثمر وجودك معنا سيد جيمس وأريد أن أسأل عن الوضع في السودان مع تفاقم أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم في السودان بالأرقام صف لنا الوضع هناك وما هي جهودكم لاستيعاب الأزمة كما تقول تشهد السودان أعلى نسبة من الأطفال النازحين في الكوكب حوالي أربعة ملايين أربعة مليون طفل فتا وفتاة نزحوا نتيجة الأطراف المتنازعة خلال الأشهر التسعة المنصرمة يوميا 13 ألف طفل ينزحون من منازلهم على مدى الأشهر العشرة الماضية يخسرون ممتلكاتهم الأمان الذي عاشوه وذلك متواصل إنه صراع آخر حيث نحن كمنظمة إنسانية نرفع الصوت وعندنا شاحنات المساعدات الوضع الغذائي حاد حوالي 700 ألف طفل يواجهون أعلى مستويات من سوء التغذية وهي مستويات قاتلة فتاكة وإذن الهدف هو إمكان إيصال المساعدات في هذه المناطق هناك كيود كثيرة تفرضها أطراف النزاع علينا وعلى إمكانية النفاذ ترى هنا إذن العوامل المشتركة من لديه السلطة لا يضع الأطفال في سلم الأولويات نحن في الخطوط الأمامية نذهب أينما نستطيع ولكن مجددا عشرة أشهر على الصراع هو ما يعانيه أطفال السودان أخيرا سيد جيمس بالتأكيد يونسيف تعرف نفسها أنها تعمل على حقوق الأطفال وإغاثة الأطفال ولكن في أوقات كثيرة تكون عاجزة عن تحقيق هذا الدور ما الذي تحتاجه يونسيف لتفعيل دورها وإلزام إسرائيل مثلا أو أي أطراف متنازعة في الحروب إلزامهم بإحترام حقوق الأطفال والاستجابة للتحذيرات التي تطلقها يونسيف الأطراف المتنازعة بالتأكيد نحن بحاجة أن تكون الأطراف الإقليمية أن تكون أقوى في الظرفين أو في الحالتين التي تطرق إليها على الأطراف الإقليمية أن تضغط بشكل أكبر من أجل إرساء السلام مجددا كمنظمة إنسانية هذا ما يمكن أن نطالب به كل من لديه نفوذ نفوذ سياسي ليس عندنا نفوذ سياسي وإذن أي شخص عنده نفوذ سياسي ينبغي أن يستخدمه من أجل مصلحة الأطفال مع استمرار شن الحروب سنواصل العمل في القطوط الأمامية من أجل تسليم المساعدات التي يمكننا إيصالها بالرغم من القيود الكبيرة علينا ومن رغم من الحوادث المروعة التي تصيب الفتيات والفتيان من السودان إلى غزة إلى أوكرانيا أشكرك جزيل الشكر سيد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف كنت معنا من جينيب كذلك أشكركم مشاهدين على المتابعة وإلى لقاء آخر بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر